اشتركوا في القناة طب اسم الدرس ايه؟ جمع عددين احدهما مكون من رقمين والاخر من رقم واحد العدد الاول خنتين احد وعشرات والعدد التاني خانة واحدة خانة الاحد طب دي محتاجة مننا ترتيب وتنصيق في الكتابة لو انا اللي هكتب بايدي طب لو هي جاية لمكتوبة تعالوا نشوف مثال بيقول لي اجمع اتناشر زائد سبعة طب الرصة بتاعتها تتعمل بشياكة واناقة الاحد تحت الاحد طب العشرات ده في واحد معاه عشرات والتاني لا اه يبقى تحته مكان فاضي طب لما نيجي نجمع نجمع الاحد مع الاحد اتنين زائد سبعة كام برافو عليك تسعة تنزل طب الواحد تحته مكان فاضي طالما ما فيش حاجة كإن سفر واحد وهوى واحد وما فيش يبقى ينزل الواحد وتبقى الاجابة تسعتاشر يبقى الطريقة يا شطار اجمع الاحد مع الاحد والعشرات ينزل زي ما هو ده مثال بسيط لكن باقي الامثلة معانا في الدرس والحلقة يلا نروح كلنا ونحل مع مستر حامر البايومي نجي يا أولاد لفقركم المحببة ومعانا مين النهاردة من رواد لسكولا معانا وسيم ازايك يا وسيم والله وسيم يا وسيم ما شاء الله ايه الجمال ده والشياكة دي ها مكسوف وسيم ما شاء الله شيك ولبسه شيك وما شاء الله نظافة جميلة جدا معانا الدرس النهاردة يا وسيم رقم عشرين الدرس الأخير في الفصل الكام يا وسيم واللي فيه عملية جمعة عددين بس العدد الأولان مكون من رقمين والعدد الثاني مكون من ايه وسيم زي مثلا جايب لمثال اجمع اتناشر زائد سبعة العدد الأولان اللي هو الاثناشر فيه كم خانة يا وسيم خانة ايه وخانة ايه نقول احد وعشرات عشانه يبقى بالترتيب والعدد الثاني اللي هو سبعة خانة واحدة ليه خانة الايه طب لما نيجي نجمع ننصق الترتيب ولا لا يا وسيم ننصق نخلي الأحد تحتها خانة ايه والعشرات تحتها خانة ايه آه حتى لو فاضي انسيب المكان فاضي تحتها طب لما نيجي نجمع نجمع مين مع مين في الأول اتنين زائد سبعة كام يا وسيم تسعة طب والواحد والواحدة ننزلها ليه خانة يبقى الإجابة النهائية كام يا وسيم خانة الاحد فيها واحد خانة تسعة اتلغبت زميننا وخانة العشرات فيها واحد وتسعة في الاحد بتسعة لكن واحد في العشرات بكام يا وسيم بعشر برافو عليك معنا يا وسيم بص 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 مسائل كتير وأمثلة كتير ندعو حبيبنا يتبعوا الحلقة ونروح للمسائل مع درسنا اليوم مثال كمان هذه العدد الأول هنشوف مين مع مين خمستاشر زائد ثلاثة دخنتين أحد وعشرات ودخانة واحدة نجمع الأولى مع الأولى خمسة زائد ثلاثة تمانية والواحد ينزل تبقى الإيجابة تمنتاشر مثال آخر فين العددين اللي يجمعهم تلاتتاشر زائد خمسة هنا عدد مكون من رقمين أحد وعشرات ودخانة واحدة نجمع الأحد مع الأحد الخانة الأولى مع الخانة الأولى تلاتة زائد خمسة تمانية والواحد ينزل تبقى الإيجابة تمنتاشر ونروح لشريحة أخرى فين العددين اللي يجمعهم هيظهروا قدامنا أربعة تاشر زائد خمسة العدد ده مكون من خانتين ودخانة واحدة بنجمع الأحد مع الأحد أربعة زائد خمسة كام؟ أيوة تسعة والواحد ينزل ملوز ميل تحته تبقى الإيجابة تسعتاشر مثال آخر فين هم؟ أهم خمستاشر زائد اتنين ده مكون من خانتين ودخانة واحدة الأحد خمسة الأحد اتنين 5 زائد 2 7 والواحد مالوش حد تحته ينزل تبقى الإيجابة 17 مثال آخر فين العددين اللي يجمعهم 14 زائد 3 هنا خنتين وهنا خانة الأحد أربعة الأحد ثلاثة اجمع الأربعة مع الثلاثة أيوة أيوة 7 والواحد ينزل تبقى الإيجابة 17 ونروح لمثال آخر يلا يا أولاد 10 زائد 3 أقول له نجمع 0 و3 هي الثلاثة والواحد ينزل تبقى الإيجابة 13 طب الحل الثاني بدن مكونات مع العشرة الحل الثاني باللسان 10 و3 13 شفت إزاي الجمع مع العشرة أسهل جمع طب 12 زائد 4 هنا خنتين وهنا خانة أدي أحد وأدي أحد 2 زائد 4 كام برافو 6 والواحد ما فيش حد تحته ينزل تبقى الإيجابة 16 مثال آخر من مع مين يا ترى 11 مع الثلاثة هنا خنتين وهنا خانة هنا واحد وهنا ثلاثة واحد وتلاثة أربعة والواحد ينزل تبقى الإيجابة 14 ونروح لشريحة أخرى اجمع ثم صل اجمع ثم صل يبقى في جنب يمين وجنب شمال تعال كده نزهر لك كل العمليات كده الجنب اليمين طب والنحية التانية هزهر لك الجنب الشمال اللي في الإيجابات يلا يا شطار نشوفها نعمل ايه هنا ثلاثة وهنا خمسة طب لو جمعناهم ثلاثة وخمسة كام ثلاثة وخمسة تامنية طب تمنية موجودة آه موجودة موجودة فين في الجنب الشمالة هي نجيب المصطرة والألم والرصاص ونعمل التوصيلة الأولى من هنا لهنا طب خمسة زائد سبعة أنا اعتبر دي خمسة خمسة وخمسة عشرة ودي زادت اتنين تبقى الإجابة اتناشر طب في اتناشر هنا مش شايفة خالص مفيش يبقى ندور على حاجة لو الجمعت تبقى اتناشر يجي ولد لماح يقول خمسة وخمسة عشرة وكمان اتنين تبقى الإجابة اتناشر يبقى دي مع دي برافو برافو يا حمادة مثال آخر اتنين زائد تسعة اجمع اتنين وتسعة يطلعوا احداشر طب يا ترى النحية دي في احداشر لا يبقى أكيد لدي ولدي يبقى يدي يدي تبقى فين في الجمع تعالى ناخد الأولى سبعة زائد اتنين تسعة تسعة زائد اتنين حداشر الله برضو دي حداشر نجيب المصطرة والألم ونوصل يبقى من الموقع ده للإجابة دي زي دي بالظبط نجي للتالتة تسعة زائد عشرة الجمع مع العشرة تسهل تسعة وعشرة تسعة 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 طب نبص النحية التانية مش شايفين تسعة طب ده فيه مسألة ما تجمعتش يلا نجمعهم سبعة زائد سبعة اربعتاشر وكمان خمسة تبقى الإجابة تسعة 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 يبقى نوصل آدي المكان بتاع التسعة تسعة 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 آخر واحدة أربعة زائد عشرة الجمع مع عشرة أربعة زائد عشرة أربعتاشر موجودة فعلا أهي موجودة مصطرة وألم رصاص ونوصل سؤال آخر أكمل النائس فيما يلي سبعة وعشرين نائس عشرة نعمل إيه نقص عشرة يعني اشتل من العشرة واحد تبقى بدل ماهي سبعة وعشرين برافو برافو سبعتاشر طب لو عايزها تاتا تاتا سبعة نائس سفر هي السبعة اتنين نقص واحد يطلع واحد مثال كمان تسعتاشر نائس عشرة العشرة دي هي دي يبقى المتبقي تسعة بمجرد النظر يلي عندك نظر تلاتين نائس عشرة نقص عشرة يعني اشتل واحد من دي تبقى دي اتنين والزير وزي ما هو تبقى الإيجابة عشرين مثال آخر أكمل النائس تمانية زائد عشرة تطلع كام التمانية دي تيجي مكان الكرسي الفاضي بتاع الأحاد تبقى الإيجابة تمنتاشر والحل باللسان تمانية وعشرة تمنتاشر طب ستاشر زائد عشرة أقوله العشرة دي تتجمد بكام بواحد يتضفع الواحد ده تبقى الإيجابة كام ستة وعشرين ونصلح الخطأ اللي ظاهر في قدامنا ستاشر زائد عشرة ستة وعشرين ونروح لمثال آخر تمانية وعشرين زائد عشرة أقوله العشرة دي تتجمد بواحد تتضفع الاتنين بتاع العشرات تبقى الإجابة برافو برافو تمانية وتلاتين نجي لسؤال النجوم الجميل عد كم نجمة واحد اتنين ثلاث اربعة خمسة ستة الله طب البروز كل ده كام البروز ده كل عشر مربعات أو عشر مستطيلات طب عملوا كم نجمة ستة طب ستة نزود كام يبقى عشرة يعني كإنه بيقولك عد المربعات الفضية واحد اتنين ثلاثة اربعة يبقى نحط النجوم يطلع اربع نجوم ومش هكتفي بكده ده نهر سمالك بلون آخر لون برتقالي يبقى معاك الإجابة ومعاك الرسمة والصورة تعبر عن المعنى واحدة تانية البروز ده مكون من عشر خانات طب كم نجمة زرق اتنين فبيقولي اللي اتنين دول نحط كام علشان العشرة تكمل اقوله يبقى نعدي الخانات الفضية واحد اتنين تلات اربعة خمسة ستة سبعة تمانية يجي ولد يقول ما نحفظ المكونات اتنين وكام يبقى عشرة اتنين وتمانية ومش همشي الا لما اكمل لك بالنجوم الجميلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية اظن مفيش احلى واجمل من كده مثال اخر على النجوم عد معايا وان تو سري فور فايف سيكس سيفن ايت كم نجمة تامن نجوم نزود عليهم كام يبقى عشر نجوم اقول له ده انا عندي موقعين فضيين نزود اتنين ادي الاتنين مش بس كده وادي النجمتين ونروح لسؤال اخر هنا نجمة واحدة والبرواس كله زي ما كانت دي عشرة دي برضو عشرة نزود كام على النجمة علشان يبقى عشر نجمات نعمل ايه شطار نعد الاماكن الخالية نعد الاماكن الفضية عد دول تلاقيهم تسعة يجي ولد يقول لا 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 انا اقدر جيبها من المكونات واحد وكام يبقى عشرة واحد وتسعة عشرة نكتب التسعة طب مش بس كده ده انا هرسم لك النجم بلون اخر عد معايا نجمة اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة ومعروف ومعروف ان الواحد والتسعة مكونات العشرة زي ما التمانية والتنين مكونات العشرة تجيبها بالعد تجيبها بالمكونات تجيبها بالرسم كل الطرق توصل للاجابة الصحيحة بكده يا ولادي الحمد لله خلصت حلقتنا الدرس الاخير في الفصل التاني رقم عشرين الدرس اسمه جمع على دين واحد من رقم والتاني رقمين وعرفت ازاي تجمع الاحد مع الاحد والعشرات ينزل وتقرأ الاجابة ولو بتعملها بيدك حافظ على الخنات والترتيب والمحاذاة يارب الدرس يكون عجبكم يارب يكون تفهم عايزك تحل بيدك كتير وشير الحلقة في الخير علشان زمالاتنا كلهم يستفيدوا بإذن الله من المادة التعليمية في قناة الاسكولة التعليمية بحبك يا شطار وانتظروا الفصل التالت بإذن الله من قناة الاسكولة مع مستر حامل ترجمة نانسي قنقر